وعلى أساس انجم غير جبيلات وقال لك رح نيبنه هناك ضحكتني غير هذي رح نيبنه مدينة ستبنى مدينة كاملة قال لك لي ترعى شؤون هذا الاكتشاف الرهيب هو مش اكتشاف هو الحديد موجود في منطقة غير جبيلات والفصفات وعروفة يعني وفيها نقاشات منذ الستينات وحتى كان فيها نقاشات انا ذاك مع المغرب وكيف ممكن تعاون حولها بحيث انه ممكن تحويل لتخفيف من التكلفة ينتقل الحديد والفصفات من تندوف ويمر عبر الاراضي المغربية ويصدر من المحيط الاطلسي فيستفيد المغرب باعتباره منطقة عبور وتستفيد الجزائر باعتبار انه بدل ما تسعد حتى الوهران اكثر من الف كيلومتر او 500 كيلومتر ربما ليأخذينا كل الالتواءات يكون هذا في مصالح البلدين الى اخر الى اخر طبعا هذا المشروع ما مشاش نتيجة دائما لهذه التفهات والسفهات المستمرة لكن اللي اللي جايبين هو اليوم انه خلانا نشوفوا مقطع وشي يقول تبون نتكلمنا عليه كتير في مختلف مجاليس بين عقدت على سبل جيلا نشوف يعني خلانين بحين الاعتبار كلش لنا فقط فقط لنا لسنchronisation بين غارج بيلت الاعتبار كلش نتكلمنا على بشار ودبار بشار على سيكا موجودة احترمونا المواعيد كالك سوى اكس كالك سوى الديشيكوتي لما بعد هروش ارجوكم نحترم المواعيد وإذا كان بقدر السيطاء نربح شوية في الوقت طبعا اللغة مخنثة كلمة فرنسوية كلمة دارجة كلمة بالعربية وهذا واحد من التدمير في البلاد اذا رأيكم ما زلتم مقرامين بالفرنسوية فرضوا الفرنسوية وخلوها تمشي على الاقل الناس تعلم لغة فرنسوية الناس تفهمها الناس الفرنسوية والثقافة الفرنسوية بالرغم انها اليوم بعيفة مقارنة مع مع الانجليزية او حتى مع الاسبانية والصينية الى اخر لكن تبقى لغة الناس تبقى هذا عبث هو الاغلبية تبقى الجزائين اللي كانوا يسمعون فيه ما كانوا يفهموش يقول الا لبيلانج اللي يفهمو الاغلبية ما كانوا يفهمو اللي يعرف غير العربية ما كانوا يفهموش يقول اللي يعرف غير الفرنسوية ما كانوا يفهموش يقول اللي يعرف غير المازية ما فهمش قاع هكلمونا بلغات البلاد يا سفهاء طيب نتجاوزوا هذه يتكلم على أنهم سينشئون مدينة مدينة ملحقة وستكون ملحقة بغرج بلاد وتكون لها إمكانيات كي سمعت هذا المقطع باش من ضيعوش الوقت معهم كثير كي سمعت هذا المقطع قد توقف غير عند هذا المقطع فقط وهي هل تسمعون أخوانا بمدينة حسرمال؟ آه كلكم تسمعون بها فأكيد لأن حسرمال هي عاصمة الغاز الجزائري وهي تبعد حوالي 100 كم على لغواط وحوالي نسب تقريبا 100 كم على غردايا فهي في المسط بيناته وهي جزء من ولاية لغواط تعرفوا أن مدينة حسرمال تعتبر دشرة متخلفة عاصمة الغاز أحد أكبر حقول الغاز في إفريقيا دشرة متخلفة جداً مش فقط متخلفة آه كائن بعض هما بعض المعالم الكبار دائر اللابيسيد دائر النوادي التاحوم الواحد المجموعة صغيرة لا تزيد عن 150 شخص أما المدينة اللي سكنها بعشرة الألاف متخلفة جداً طرقها بكسرة مستشفياتها ككل كوارث شوارحها بائسة البطالة فيها حدث ولا حرج طيب أخطر من حاسي أرمل تعرفون حاسي مسعود عاصمة البترول الجزائري والبترول في الجزائر أهم من الغاز على الأقل فيما مضى وما زال لأن ما زالت قيمة البترول أغلى من قيمة الغاز أروحوا شوفوا واحد الصور تعالى رأي منشورة كثير على حاسي مسعود لا تصلح أن تكون دشرة في الأربعينات مش في 2023 مياه آسنا تعليزيقو طرق مكسرة ديارة عن الناس تقول مساكين من كش جبل في أفغانستان أو في اليمن عاصمة البترول عندهم 40 سنة وما يتحدثوا على بناء مدينة حاسي مسعود صرفوا ملايير الدولارات راحت نهبت لا شيء هل الذي عجز أن يقيم مدينة في حاسي رمال لعاصمة الغاز الجزائري أو يقيم حقا مدينة في حاسي مسعود اللي هي عاصمة البترول الجزائري والجزائري لا تصدر إلا بترول للغاز ومؤخراً بدأوا يصدروا شوية سباكيتي وشوية معجنات باش يقولوا خارج البترول الهف كالعادة لأن المعجنات مستوردة بطاعة الحال الأقل فارين أنت حمستوردة مسميد وإلى آخره هل هذا يبني في تندوف أو تبقى حاسي رمال على 550 كيلومتر من العاصمة أو تندوف رهي بعيد ثم الكارثة الكبرى تعتين دوف أنها تندوف إذا كانت هناك مدن مثلاً مثل مدينة الجلفة مدينة الأغواط مدينة ورقلة مدينة باتنا مدينة بالعباس مدينة يعيكين مدن في الجزائر هما سيدي فيل جارنيزا يعني مدن ثاكنات تلقى الثاكنات داية ثاكنات تلقى عشرات ثاكنات ولاية ورقلة مثلاً فيها خمسين في مدينة ورقلة ومع جورة خمسين ثاكنات فالمدينة لم يعد لها وجه لم يعد لها معنى لم يعد ثاكنات عسكرية لغواط أيضاً فيها عدد كبير من الثاكنات فيها أكبر ثاكنات داية نصف المدينة نصف المدينة أيام فرنسا كانت الأمور مفهومة الاحتلال ويريد أن يتحكم في الجزائريين مع أن أنا ذات الاحتلال وضعهم على حدود المدينة مع تطور المدن أصبحوا هذه الثاكنات في قلب المدن سواء في قسمطينة أو البليدة البليدة حدث ولا حرش ورقلة البليدة لغواط الجلفة في كثير من المدن وهران بعض المناطق كلها ثاكنات إلى آخره وين في قلب المدن في الغالب في قلب المدن يعني ثبتوا السياسة الاحتلال وزادوا علىه لأنهم يخافوا الشعب فمليون المدن بالثاكنات بإذن الله عندما ينتصر الشعب أول شيء تتخذ قرارات بشأنه أنا على يقين من ذلك هو بناء جيش عصري حقيقي شعبي حقيقي وأن تكون ثاكنات خارج المدن نهائيا المدن لسكانها وليس لعبث العسكر وياليد كان عندنا جنرالات وعقدا يفاهمين في إطار العسكر إذن كي نعود نرجع تندوف هذه أسوأ من كل المدن التي تسمى ديفيل كارنيزون أسوأ منهم كلهم فيها ستين ألف عسكري أكثر من عدد السكان وفيها عدد هائلة من صحراويين اللاجئين هناك والذين يعيشون حياة بائسة جدا حياة اللجون تعال الصحراويين بائسة جدا في تندوف ومع ذلك بعض الصحراويين عندهم امتيازات بعيدة على سكان تندوف والله بعض أخوانهم من تندوف يقولون والله نشعروا بالاحتلال فمرة نتحدث معه قلت لوني عارف يعني قضية الثاكنات قال لي الثاكنات من جهة والصحار والصحراويين من جهة قال لي خاوتنا وكل شقالي لكن شوية يعني شوية حدود فراح يبني فيها مدينة هو في الله تبون وأكاذيبوا مثل قطار تامن راست طبعا أصحاب تامن راست ذكرهم يصلوا ستسوى يرام في العاصمة بالقطار نتعتبون ومثل الجلفة اللي يجعلها عاصمة ومثل باتنا ما نشعرف وش يجعلها وكل التبونيات اللي تعرفوها راح نتوقف هنا في الموضوع هذا راح نرجع للملف الجزائري الأزوادي في نهاية حديثي اليوم بعد أن نمضي إلى ملف غزة الدامي راح نعود نرجع ورح نشوفوا ما هي التطورات هناك راي الأمور تسوء وتسوء جدا ورح نبقى ما دام إن شاء الله راني نجي ونحضر معاكم ورح نتكلم عن الموضوع هذا لأن هذا الموضوع هذه العصابة راح تلعب بجغرافيا الجزائر راح تلعب بجغرافيا الجزائر جغرافيا الجزائر لا قدر الله إذا تكسرت فرح يبدأ الانكسار من الجنوب وهناك عبث رهيب خاصة أن هناك ذهب كثير اشتركوا في القناة